بسم الله ما شاء الله لا يسكو حرق الله بسم الله ما شاء الله لا يشكو سبعي الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة من الله بسم الله ما شاء الله لا أعلم ولا كوة للمشاه الله وحيكم تحية الإسلام تحية مباركة تحية فيها السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معاشكم في قيامنا وعليكم الحمد لله لله لحضرنا من ذلك الغروب وعمر بالكلادية وعليكم أحمد وهو غفور الشرور أمر ببنى وعليكم وحضرنا من ذلك وأشهد الله إله إله وبركاته وحده من الشركة له وهو نحو الشرور وعشد عنا محمدا عدوه ورسوله صلى الله عليه وسلم وبركاته وعليكم وعليكم وصحبه أمر ببنى وحضرنا من ذلك الغروب ما هو بالرعيدة والإحسان لهما وقعتهما وبركاتهما وقد جعل الله للوالدة المنزل العظيمة لا تدير خامة فقال الله لله وإحسان لهما ويعوالك لظوم فرض عظيمة وذكره الله لله وعليكم فقال الله عز وجل عوض بالله من الشيطان الكثير بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الله تعبوه لله وبقعدة إحسانه وقال دعائم عمد الله بسم الله بسم الله وعبد الله وعبد الله وبقعدة إحسانه ونحن كذلك لا بد لنا علمك يا عوالد ونصيح الوالدان وبقعدة إحسانه وعبد الله تعالى كما قال محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرر والدان وسخط الله في صحب والدان أيها الحاجة ونحن كذلك ونحن كذلك للصالحين والصالحات حياة مع الوالدين والنبعون والبعون كما يلس أمبر الله والوالدين والعلمة كما والعيان والصالح بجانب احترام المعالدين وابد لنا احترام الأساس لأنهم كتعلمون بالشدة العلوم وربنا لنكون عمزاناً ولكم في المستكبر مهما كان بالفعي درجات المال في حقيقته قد كان طالبا الأسدق أولادنا قد جهد في طريقة الزمان أجل الحديث الرحيم ولذلك قد علم إسلامهم إقرام أسدق وإكرامهم كما اختروا من والدينا لأنهم قد بلعوا علوما إلينا لسعادتنا في الدنيا والآخر وَيَكُلُكُونَ بَعْدِلَا لِمهَاتِنَا وَعَبَئَئِنَا إِذَا كُنْنَا فِی المدينة قفعي دگلنا وإذا وجد من الحطيان أبوا بل أبوا بل شكرا على خصيله الإمامك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم